جدد البرلمان العربي تأكيده على دعم اليمن ومؤسساته الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي وكذا البيان دعم البرلمان العربي لاحلال السلام والوصول الى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث وانهاء الاثار المترتبة على انقلاب ميليشيا الحوث والحفاظ على وحدة وسيادات اليمن وشدد البرلمان على ضرورة ان يتحمل المبعوث الاممي والامم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في ايقاف صلاة في ميليشيا الحوث وعبتها المتزايد ادان البرلمان استمرار ميليشيا الحوث في تجنيد الاطفال في المراكز الصيفية والزج بهم الى محارق الموت اضافة الى تفخيخ المناهج الدراسية بالافكار والمفاهيم الطائفية نفت مصادر سياسية يمنية للاخبار المتداولة عن قرب التوصل الى توافق على مسودة السلام التي تحدثت عنها وسائل اعلام اقليمية ودولية ملقية باللائمة على تعنت الانقلابيين الحوثين وقالت المصادر للشرق العوسط ان الحكومة الشرعية في اليمن لم تتلقى اي عروض حقيقية لاتفاق سلام عادل ومقبول وتلقت عوضا عن ذلك شروط الحوثيين التعجيزية التي تستبعد السلطة الشرعية من مشهد السلام المزمع وتصر على التفاوض مع السعودية كطرف وليست كوسيل وبحسب المصادر تضمنت الشروط الحوثية السيطرة على الموارد الاقتصادية من عائدات النفط والغاز وارادات الموانئ والمطارات اضافة الى دفع رواتب عناصر الجماعة وقادتها الذين قامت بتعيينهم في مؤسسات الدولة واشرت المصادر الى ان الوسطاء ابلغوا قيادة الدولة اليمنية ان الانقلابيين الحوثيين يطلبون التعاطي في مفاوضات السلام مع القوى السياسية والاتماعية التي يحددونها ويرفضون القبول بمسمى الشرعية او الدولة واكدت المصادر ان الحكومة الشرعية وتحالف الداعم لها يرفضان بشكل مطلق اشتركوا في القناة